السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني في البداية كده خلينا نبدأ ونقول ساعات الحسم في القاهرة ولما نقول ساعات الحسم يبقى احنا بنتكلم بكل تأكيد عن غزة وبنتكلم عن الهدنة اللي بيتم الاتفاق عليها في القاهرة بخصوص انهاء هذه الحرب المدمرة اللي الحقيقة اكلت الاخضر واليابس في غزة فخلينا نبشر حضراتكم بفضل الله وبإذن الله نقول غزة تتحرر وتنطلق من القاهرة كافة التفاصيل معنا في حلقتنا دي لكن فضلا من حضراتكم دعم القناة ولايك وشير للفيديو لان ده بيساعد في اقتراحه من اليوتيوب ولو حضرتك لسه مش مشترك معنا في القناة ياريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل علامة الجرس علشان يوصلك كل جديد ويلا نبدأ الحلقة بسم الله الساعات الماضية شهدت اكبر واهم عملية مفاوضات من يوم انطلاق عملية طوفان الاقصى والعدوان الاسرائيلي المجرم على اخواننا المدنيين في قطاع غزة وكالعادة من قلب العاصمة المصرية القاهرة دائما وابدا بيأتي الحسم حسم المواقف ووقف العدوان المتكرر على الفلسطينيين وطبعا مش غريبة على المفاوض المصري انه يحسم القضية ويوقف العدوان الاسرائيلي المرة بعد المرة الموضوع دا اخواننا تكرر قبل كده كتير جدا حتى ايام الرئيس الاسبق الرئيس الراحل محمد حسن مبارك رحمه الله اللي كان هو كمان بيتدخل كتير لما كانت حركة حماس تحب تعمل لقطة او منظر ضد الاحتلال وكانت النتيجة زي دلوقت بالضبط كانت النتيجة بتيجي على حساب الفلسطينيين وبرضو كان الرئيس مبارك ايامها ما بيسلمش من السنة جماعة حماس الام اللي هي جماعة الاخوان المجرمين واذنبها واللي كانوا برضو ينزلوا هاتك يهجوم على الراجل الله ارحمه بل كان بيوصل الامر لمحاولة الاعتداء على الحدود المصرية واقتحامها زي ما حصل بالضبط في اواخر حكم الرئيس مبارك او اخر سنتين من حكمه لو حضرتك تفتكر كان فيه برضو عملية شبيهة بعملية طفان الاقصى كده ولكن كانت طبعا اضعف منها بكتير وكانت العملية دي في شهر ديسمبر 2008 وامتدت لشهر يناير 2009 واللي ساعتها كانت مصيبة على دماغ اخوانا الفلسطينيين لما حاولت حركة حماس تعمل لعبة كده بالاتفاق مع حزب الله الضراع الايراني في جنوب لبنان ما تعرفش اساسا كانت ليه واطلقوا شوية صواريخ اللي هي يعني كده بومب العيد زي اللي ايران عملتها اليومين اللي فاتوا ضد اسرائيل بزعم الرد على استهداف الصفارة الايرانية في سوريا واللي ما كانش لها ادنى تأثير غير احداث صوت وفرقعة في الجو لاعطاء دفعة قوية لصالح اسرائيل علشان تطلع بس تقول للعالم الحقوقنا احنا بندافع عن نفسنا وقتها كان فيه ناس كتير جدا لسه مخدوعة في حسن نصر الله وبيقولوا عنه انه مناضل ومجاهد ضد الاحتلال لكن اثبتت الايام والاحداث انهم كانوا بيلعبوا مع اسرائيل زي ما بيحصل دلوقتي بالضبط لدرجة ان بعض الاعلاميين وصفوا العملية ايامها بالعدوان الثلاثي على غزة من قبل حماس وحزب الله واسرائيل ولما وصل الاعداد الضحايا ايامها العدد كبير بلغ الالف قتيل وتدمير مساحات هائلة من قطاع غزة طلع قيادات حركة حماس وقالوا مع ليش بقى لقد اردنا استفزازا صغيرا لاسرائيل ولم نكن نتوقع كل هذا الرد الذي ضمر قطاع غزة يا سلام اكتر جهة كانت وقفة مع الفلسطينيين بالطبع في الوقت ده كانت مصر اللي موقفها واحد لم ولا ولن يتغير من القضية الفلسطينية على مر الزمن مش دلوقتي بس وتمكن الرئيس مبارك والنظام المصري وقتها من احتضان المفاوضات اللي توصلت في النهاية لوقف اطلاق النار والانسحاب من غزة مرة اخرى واطلاق عملية اعادة تعمير القطاع ومع ذلك لم تسلم مصر من تطاول الاخوان المجرمين واذنبهم والتحريض على اقتحام الحدود المصرية واللي تمت بالفعل اضافة لحالة هياج في الداخل واتهم مصر وقتها كالمعتاد بانها بتمارس حصار الفلسطينيين وقفل المعابر في وجوههم علشان اسرائيل تخلص عليهم طبعا كدب الاخوان ارفنا منه على مر الازمان نفس الاحداث ونفس الادعاءات كانت بتتكرر بنفسها بدون تغيير انا بس حبيت افكر حضرتك باللي كان بيحصل واللي هيحصل برضو في حالة انتهاء المفاوضات الجارية في القاهرة الآن واللي اوشاكت بالفعل انها توصل لحل للعدوان الاسرائيلي الجاري على قطاع غزة ايامها بس علشان حضرتك تفتكر اللي السيناريو هيحصل الايام الجاية كان كل الشكر بيتوجه من جانب الاخوان وحماس مش لمصر طبعا ده كانوا بيوجه الشكر المين لاصحاب اللقطة اخواتهم ساعتها تركيا اللي ارسلت سفينة كده تتفسح في البحر علشان تقول انها بتتضامن مع الفلسطينيين وكذلك كان الشكر موصول ايضا لايران اللي كانت شريكة معاهم في العدوان على غزة يعني مصر تشتغل وتوقف العدوان ويتم اتهام النظام فيها بانه نظام صهيوني زي ما كانوا بيقولوا كده على الرئيس مبارك ونفس الكلام دلوقتي بيقولوه عن الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل الجهود الضخمة اللي مصر بذلتها من يوم 7 اكتوبر لحد الان طيب ده ليه؟ ده طبعا لان مصر رفضة تدخل معاهم في اللعبة القادرة والدخول في حرب بالوكالة عن ايران اللي قاعدة مستريحها داخل حدودها وكل حروبها بتديرها من منطقة الشرق الاوسط ومواطنيها قاعدين امنين مطمئنين في طهران والصواريخ نزل ليل النهار على دماغ المدنيين في سوريا والعراق وفلسطين ولبنان علشان خاطر عيون طهران المهم البشريات دائما زي ما قلت الحضراتكم تأتي من مصر ومش عاوز اكون متفائل زيادة عن اللازم لكن لابد لاي حرب من نهاية القناة 12 الاسرائيلية اعلنت قبل شوية ان المفاوضات الجارية في القاهرة قربت بالفعل توصل لوضع حل للحرب في غزة وان المرحلة الاولى من وقف القتال اصبحت وشيكة وقربت من دخول حيز التنفيذ بعد موافقة حركة حماس على صفقة وقف اطلاق النار واطلاق الرهاين مع ضمان ان اسرائيل تنسحب بالكامل من قطاع غزة بعد 124 يوم عند الانتهاء من المراحل التلاتة للاتفاق احنا دلوقتي امام خريط الطريق تكاد تكون ملامحها اكتر وضوح هتبدأ او ممكن تكون بدأت بالفعل قبل المفاوضات واحنا عارفين ازاي نتيجة اوراق الضغط المصرية على الجانب الاسرائيلي اللي وقف امام حدود رفح الفلسطينية عند حد التهديد فقط باقتحامها وفيه تقارير صحفية دلوقتي بتتكلم عن وعد من الولايات المتحدة الامريكية بمنع اسرائيل من بدء عملياتها العسكرية البرية في دخول مدينة رفح جنوب القطاع واللي موجود فيها اكتر من مليون ونص مليون نازح فلسطيني القناة الاسرائيلية قالت ان الاقتراح يتضمن مرحلة اولى تصل لمدة 40 يوم يتم خلال ال40 يوم دول اطلاق 33 راهينة اسرائيلي محتجزين لدى حماس والتانية لمدة 6 اسابيع تشهد ايضا الموافقة على اطلاق عدد اكبر من الرهين مقابل وقف اطول لاطلاق النار واطلاق صراح مئات الاسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال كما تسمح المرحلة الاولى بعودة النازحين لمناطق شمال القطاع يبقى اخوانا اللي عايزين نقوله من خلال الحلقة دي واللي كمان بنأكد عليه لحضراتكم هو مصر هي رمانة الميزان وبدون مصر وبكل وضوح كده مفيش حاجة هتم في غزة وده كلام مش للاستهلاك او للمتجربيه لكن دي حقيقة دامغة رغم انف الاخوانجية والحمسوية والايرانيين وكل من يحاول التقليل من الدور المصر العظيم لهذه القضية وللشعب الفلسطيني نسأل الله ان ينتهي الامر على خير وان يحفظ اخواننا في فلسطين وان ينصرهم على عدونا وعدوهم وان يرحم شهدائهم ويشفي جرحاهم وان يحفظ بلادنا كلها من كل شر وان يوفق حكمنا لما فيه الخير ولم فيه مصالح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته